بطولات وامجاد على الدوري حدث ولا حرك الاهل بطل الدوري حقيقة تاريخية ربما تكون موجودة على جدران المعابد حد الاهل 40 دوري الزمالك 12 دوري الاسماعيل للتلات بطولات للدوري وفي بطولة واحدة للمأولين والترسانة والأولمبي وغزل المحل الزمالك 12 دوري حسام عشور 11 دوري عنده فرصة ينافس النادي لأهل حسام عشور لكن بلقم 11 بطولة في الدوري اللعيبة الأكثر حصولا على درع الدوري مع الأهل كابتن صالح سليم والكابتن سابت البطل عليهم ورحمة الله كابتن حسام حسن والكابتن حسام عشور كل واحد شال الدوري 11 مرة فحسام عشور هو اللي عنده فرصة يعدي صاحب لـ 12 دوري ويبقى أكثر الفوز بالدوري الأهلي ثم حسام عشور كابتن مصطفى عبدو والكابتن محمود الخطيب والكابتن أسام عرابي والكابتن عماد متعب كل واحد حقق عشرة دوري الكابتن توتو وإكرامي وإبراهيم حسن وهادي خشبة عندهم تسعة دورة بشماندس لكن كمان حسام البدري بهذا الإنجاز انضم إلى قائمة المدربين العظماء اللي فازوا للأهلي بالدوري أفكرك بيهم لبيب محمود وفريدز الأجنبي ونيكوفيتش وجون مكبرد ومصطفى كامل منصور ومحمد عبدو صالح الوحش علي رحمة الله هدي كوتي كلوتشاي محمود السايس محمود الجهري طه اسماعيل ديترش فيسا ألن هاريس راينر هولمن راينر سوبل مانول جوزيه حسام البدري فتح مبروك مارتن يول وحسام البدري مجددا هس بس حد يتأكد وحطلبها من العداد نينكوفيتش أعتقد نينكوفيتش كان بيدرب الزمالك لكن اللي كان بيمران نحنا تتكوش تتكوش أيوة تتكوش أيوة تتكوش الهدفين بقى البطولات بتاعة الدور السندي فيها كلام كتير جدا لكن زي ما المهندس عادلي قال من شوية هو النهاردة يوم الإنجازات الأهلوية يوم فيه صخب أهلاوي كبير عشان كده تسمعوا في الحلقة كتير من التفاصيل والحكايات وربما الكواليس والأسرار ترجمة نانسي قنقر